عائشة ذكرت لنا 11 صنف من النساء الغريب أن بعض النساء ذكرنا ماذا يحبن في أزواجهن والقسم الآخر ذكر ماذا يكره في الزوج فهذه الحلقة مفيدة لي ولكل رجل ماذا تكره النساء وماذا تحبه النساء العجيب أنه لما قرأت وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن تذكرت حلقة اليوم التي في برنامج القول الفصل من يكتم السر أكثر تقول عائشة اسمع ترى العجيب أن عائشة تكلمت عن 11 امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع أنت تصور تكلم عن 11 امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لو زوجتك تكلمت عن امرأتين ثلاث هل ستستمع؟ فكر تقول عائشة قالت الأولى زوجي لحم جمل هاة النساء زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل كيف يعني؟ زوجي لحم جمل يعني لحم قاسي العرب تحب لحم الغنم الشاء الدجاج لأنه سهل لحم الجمل يمتاز بالقسوة فهي تقول زوجي لحم قاسي يعني قاس الطباع المشكلة تقول غف على رأس جبل يعني كأنه زوجي جمل على رأس جبل جمل على رأس جبل لا هو هذا الجمل يعني لا هو الجبل هذا سهل نطلع نأخذ الجمل ولا الجمل يستاهل لأنه ضعيف يعني أنا أتعب والنتيجة صفر يعني لا هذا الجمل سهل أطلع له وأخذه ولا هذا الجمل يستاهل إني أتعب فكأنها تقول زوجي ما يستاهل تعبي زوجي قاسي طباع الجمل يعني ما يحتاج تضحيتي وتضحيتي أمامه لا شيء فهذه المرأة الأولى يعني غضبت لأن زوجها لا يرى تضحيات وهو لا يستحقها تقول عائشة قالت الثانية زوجي لا أبث خبره مستحيل أتكلم زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره يعني والله ما أرحمه لو أطلع عسراره شكلاً ساوي مصيب مصيب إن أذكره أذكر عجره وبجره عجره والبجر تقول الثاني يعني أنا والله زوجي ما أقدر أتكلم لأن لو أتكلم والله ما أرحمه شو أذكر فيه أذكر عجره وبجره العجر والبجر العجر الرجل لما يغضب تظهر شرايين وجهه يعني كأنها تقول زوجي دائماً عصبي دائماً شرايين وجهه طالعة شوف الأولى إنه زوجي ما يشوف تضحيتي الثانية زوجي دائماً عصبي زوجي ما فيه خير دائماً عصبي والشرايينه طالعة وتقول البجره البجر الكرش يعني فوق هذا ما هو حلو فوق النوع عصبي لا وعنده كرش أكثر ما تكره المرأة الرجل السمي الرجل السمي المرأة لا تحب الرجل السمي صاحب الكرش فهي تقول لنا شو أذكر أذكر شرايينه اللي طالع 24 ساعة ويعصب ولا أذكر كرش اللي يمشي قدامه فخلوني ساكته تقول عائشة قالت الثاني الثالثة زوجي العشنق يعني الطويل وما له فايدة طويل بس ماشي وعقولت إخواننا يتمردح وما له علاقة فبس ماشي طويل تقول عشنق إن أمطق أطلق وإن أسكت أعلق وش معنى كلامها تقول أنا الزوجي طويل 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 القامة المرأة ما تحب الرجل الطويل الطويل ولا القصير القصير لكن المرأة تحب الزوج الأطول منها عرفت؟ يعني إذا كان هي طويلة 180 زوجي لازم يكون 185 إذا كان طويلة 150 لازم زوجي 155 إذا كان طويلة نص متر لازم زوجي 65 مثلا فهي تقول أنا الزوجي طويل طويل ما أحب طويلة لا وفوق هذا إن أنطق أطلق يعني إذا ناقشت بمسألة مساء البيت أو جاعي همومي طلقني وإذا أنا بقيت ساكتة أعلق يعني كأني غير موجودة المرأة المعلقة مش يعنى وش معنىها؟ إنه ما لها قيمة المرأة لا هي زوجة ولا هي حرة فتقول أنا لما أناقش زوجي يطلقني يطلقني ما أعرف عشو شايف حاله هو طويل وما لا وإذا أنا سكت ولا إلي قيمة مثل لمثل الجدار أعلق تاركني قالت عائشة قالت قالت الرابعة شف الآن ثلاثة ذم الأولى إنه زوجي لا يرى تضحيتي الثاني زوجي كرش ها ودائما عصبي الثالثي زوجي طويل طويل وما لا يخلينا أتكلم أناقشه وإذا سكت ولا يكترث بي يعني بعض النساء تقول زين أنا بسكت وآخره زوجي يفتح الموضوع والأخ يسحب سنة سنتين ولا سهل هذا من نوع تقول الرابعة بدأ المدح زوجي كليل تهامة أو تهامة منطقة منطقة تهامة أو تهامة في المملكة العربية السعودية ليلها جميل ليلها جميل ورائع تقول أنا زوجي كليل هذه المنطقة كيف ليل هذه المنطقة قالت لا حر ولا قر يعني لا هو حر حار ليل هذه المنطقة ولا بارد ولا ما خاف ما أخاف يعني بالليل عادة ناس تخاف أفاعي عقارب لا الليل هذه المنطقة ما يخوف ولا سآمة يعني ولا ملل أنا زوجي هكذا زوجي أنا لطيف خفيف أجلس معاه ما أمل ما يخوفني ولا هو حرب ولا بارد يعني له غضب ولا غير مبالي يعني زوجي على الميديوم طبيعي ميديوم ولا ميديوم هي صح يا زين انقذوني في الإنجليزي أي كلمة إنجليزي انقذوني مباشرة فزوجي يعني على الحالة الوسط يعني لا هو عصب ولا غير مبالي وله لك 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 وله ممل لا زوجي ممتاز الحمد لله قالت الخامسة اسمعوا هذه خامسة ترى هذه قصص عائشة تخبروا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه القصة سمعها محمد صلى الله عليه وسلم هذه القصة سمعها محمد صلى الله عليه وسلم قبلكم لكن اسمعوها أنتم تقول زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد اسمع الحمد لله الحريمنا ما يعرفون انطقون اللغة هذه وله كان رحنا في مصيبة زوجي إن دخل فهد حيوان الفهد كسول شوف أنت اليوتيوب نادرا جدا أو من النادري جدا أن تجد حيوان الفهد يركض خلف فريسة دوم جالس على الشجرة ومنزل يد أو ذيل صح؟ إذا شوف فريسة قريبة يعني قفز عليها شوف فريسة بعيدة رضايا جيعان ما عنده مشكلة فهد تقول أنا زوجي كسول إذا دخل البيت كسول نايم 24 ساعة حاط جريه فوق على السقف الجدار ونايم ونحالة كسول المشكلة تقول هي إن خرج أسد إذا شفتها بره البيت أسد ويشتغل وبإيدة ويتحرك وعندك كسول كيف؟ تقول ولا يسأل عما عهد يعني إذا أنا طلعت مريض إذا طلع من عند البيت وأنا مريضة لما يرجع ما يذكر لنا مريضة ويقعد ويجلس ويرجع كسول يعني لا يسأل على اللي تركه إذا ابنه مثلا كان محتاج أكل وطلعه ما يقول ابني جاب أكل أو ابني أتى بالأكل إذا أنا مثلا كان ناقصني الشيء ورجع ما يقول يعني البيت ولا كانه موجود بس يدخل البيت منطقة استراحة حوينا فتقول أنا زوجي إذا دخل فهد كسول ما له علاقة ينتظر الأكل يأتي لعنده يعني بعض الأزواج يقولوا يلا قوم الأكل جاهز في المطبخ لا إيتوا بالأكل ها هنا هذا هو الفهد وإذا خرج أسد تشوف طالعوا مطعموا العمال وكذا فالزوجة تقول أنا تعارض شو هذا الزوج عندي كسول وخارج البيت نشيط ولا يسألوا عن معايد ما يتفقد أحوالنا تقول السادسة شوف كل أصناف الرجال ها أتوقع ما أحد ينجو اليوم منه أنا أتمنى كل مصور يقول هو بأي حالة ها أنت الأولى أو الثاني يا شيخي بعدك ما جاء دورك جاي جاي أنا راح أقول بصراحة وش أنا بصراحة تقول السادسة زوجي إن أكل لف العرب لما تاكل هكذا زين؟ يعني تقول زوجي جشع ما يخلي شيء في الطبق تقول إن أكل لف وخلاص وإن شرب اشتف يخلص آخر اشتف يعني آخر قطرة يعني ماسك الإناء لآخر قطرة جشع تقول وإن اتضجع التف يعني إذا نام يسحب الغطى كله ويلف يلف يعني يلف هكذا يلف يلف وهي بدون غطى قال وإن اتضجع التف يعني خليني بردانة بالليل وهو الأخ ولا سأل عني تقول ولا يولج الكف يعني ما يطلع ما يدخل يده في الجيب ليعلم البث يعني يطلع فلوس يعطيني يعني ما يصرف علي شاطر يأكل ويشرب وإذا نام أناني ومع هذا بخيل يعني هذا تذم البخل في زوجها هذا بخيل عندنا الحمد لله كلنا كرمة تقول ولا يولج الكف ليعلم البث يعني ما يعرف شو يعني إنفاق أكيل يأكل يشرب ويعني فأكله أناني وفي شربه أناني وفي نومه أناني ومع هذا بخيل تقول السابعة زوجي غيايا يعني أحمق عيايا تعبان ما منه فائدة كل داء له دواء كل داء له داء يعني إلا الحماقة طبعا هي تقصد قالت شجك يعني الشج ضرب الرأس مخصص بضرب الرأس شجك أو فلك الفلك هو جروح الجسد شوف الشج مختص في العربية بالرأس شج رأسها فلك أي جرحك تقول جشك أو فلك يعني ما فيه يا يضرب رأسك والشقة يا يضرب جسمك أو جمع كل اللك أو يعني شج رأسك وقطع جسمك يعني هي تشكو من زوجها دائما الضرب يدخل يا يضرب رأسها فيشج الرأس يا يضرب جسدها فيجرحها الله لا يبتلين تقول الثامنة شوف تمدح زوجها زوجي المس مس أرنب يعني ناعم كريمات ونيبيا وها ويهتم بنفسها ويعني كيوت دلل يعني يهتم بنفسها هي تمدح تقول والله زوجي أنا ما المس ناعم كلها ناعم ما عندها مشكلة ما في مشكلة تقول والريح ريح زرنب نبتة جميلة يعني أنا زوجي بيهتم بجسده من ناحية النعومة وثاني الريحة دائما طيبة هذا ها الرجال المرة ما تحب اله واصلت يعني تحب الريحة دائما طيبة زين تقول الخامسة التاسعة كم دح زوجها زوجي رفيع العماد يعني مقامه بيته وكله مستوى رفيع طويل النجاد ثم تقول عضي يعني جريء يعني زوجي ترى من قوم وبيته ما شاء الله يتسع للجميع وجريء زوجي عظيم الرماد عظيم الرماد يعني دوم ناره مشتعله كثير ويرحب بالضيفان عظيم الرماد أنه أنا زوجي دائما ناره مشتعله تقول قريبه البيت من الناد من النادي يعني كأن بيته شو مثل النادي يعني كثير ضيوف الرماد دائما مشتعله النار وبيته كأنه نادي الناس تدخله العاشرة تقول جاء دور العاشرة زوجي مالك وما مالك يعني اسمه مالك وشد دراك مالك تقول خير من كل ذلك شايفة يعني هذين العشرة اللي تكلموا التسعة زوجي أحسن منهم كلهم شو يسوي تقول له إبل كثيرات المبارك عند إبل لا يعد قليلات المسارح يعني ما يأخذه ياكل أو تجارة لا ليه زين ليه الإبل تقول إذا سمعنا صوت المزهر العرب عندها عود كالعود كان إذا جاء ضيوف تضرب فيه فالإبل كأنها تقول إذا سمعت الإبل صوت هذا العود تخاف لماذا أيقن أنهن هوالك يعني هي تقول أنا زوجي عنده إبل كثيرة بس مش للتجارة ولا يسرح فيهن إنما يشتري الإبل بس من أجل الضيوف إذا جاء ضيف عندنا زوجي يضرب العود مجرد يضرب العود الإبل تعرف أنه واحدة رح تنحر انظر هذا من شدة الكرم قالت الحادي عشرة زوجي أبا أبو زرع اسمع وما أدراك ما أبو زرع تقول أناس من حلي أذني يعني اشترالي هذه الحلق شو اسمه هذا شو اسمه حلق صح هاي حلق هذا دليل على أن المرأة تحب الحلق زيان ثم تقول وما لأ من شحم عضدي يعني أنا زوجي اشترالي ذهب شوف المرأة شو تحب اشترالي ذهب وأصبح عندي لحم من تنت من وراء ما يطعميني يعرفني يعني تقول ويقول وبجحني فبجحت إلي نفسي فبجحت إلي نفسي يعني هو من كثر ما يمدحني أنا صدقت عمري من كثر ما يمدحني زوجي أبو زرع أنا صدقت عمري يا قمر يا حلوة يا معرفة أنت أنا بدونك مسوى أنا علبة تونة بدون تونة مثلا هي صدقت قلت هي والله فهي مسكينة صدقت قل بجحني يعني خلاني من كثر ما يمدحني فبجحت إلي نفسي صدقت عمري أنا فعلا بدون مسوى الشيء تقول هذا دليل على أن المرأة شو تحب المدح وجدني في أهلي غنيمة يعني كنت أنا فقيرة بشق كان أهلي هي تقول عندنا غنم بسيط جلسين في الواد أبو زرع دخل علينا شافني بنت صغيرة وأهلي عندهم غنم وبواد ساكنين فأخذني تزوجني تقول فجعلني في أهلي صهيل يعني حطني عند قوم عندهم خيل الخيل دلالة الغنى الناس عادت تربي الإبل للمال الغنم للمال لكن يربي خيل دلالة الغنى ثم تقول فجعلني في أهلي صهيل وأطيط أطيط يعني الإبل يعني عندي حصان وإبل ودائس دائس العرب كان تجيب القمح تحط القمح وتصير النساء أو العالف تضرب القمح هكذا بجريها لتميز القمح من الإشاء أي المهم يعني حتى يتم عملية فرز الحبوب ها في دائس فكانت العرب تقول إمرأة دائس يعني مهنتها تضع القمح وتصير تضرب في جريها حتى إيه تخرج الحب من من السنابل إلى النهاية تقول وأطيط ودائس يعني هو زوجي هذا بزرع هذا عنده حصان وعنده إبل ولو عنده زراعة قمح ومنق منق ومنق يعني دجاج صوت دجاج لا وعنده بط ودجاج يعني غني أنا كنت أهل غنيمة وصرت فجأة أصيل صهيل وأطيت ودائس إذن أصبح هي تنقل أنا أصبحت غنية معه تقول فعنده عند زوجي أقول ولا أقبح يعني شو ما أقول سمعا وطاعة أنت تامري اتدللي أنت سمعا وطاعة لا أقبح ما يقول شو تقول أنت يلا على المطبخ ما عنده يسمعها ويكرمها تقول فعنده ها عنده ما قالت في بيتي قال لا أمامه أقول ولا أقبح وأرقد فأتصبح هذه حلوة هذه عارفينوا ما يعني أرقد فأتصبح يعني أنا لما أنام أتم نايمة لين الظهر ما حد يوعيني هو ما يقول قومي أكل لا 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 يجعلني نايمة حتى أنا أستيقظ الظهيرة شو هذا هذا الزوب والله حظها حنا نحسدها تقول فأرقد فأتصبح يعني أنا بنام للظهيرة ما حد يوعيني تقول تقول وأشرب فأتقنح يا شوف اللغة يعني أشرب حتى أرتوي ما يقول وفري ماي ما كان عندهم افتح لهذا لا أشرب حتى أرتوي ثم تقول وأم أبي زرع تذكر حماتها وما أدراك من أم أبي زرع ركومها رداح يعني منزلها الأثاث يعني ما لها كثير عندها الأثاث والملابس كثيرة وما تسأل وبيتها فساح يعني بيتها فساح عفوا وبيتها فساح يعني بيتها واسع وأثاثة كثير يعني شوف ليس ابنها غني لا وأمها غنية بعد يعني ليس فقط الزوج لا وحماتي غنية تقول بنت أبي زرع هي متزوجة متزوج هذه المرأة متزوجة رجل كان عنده امرأة وعنده بنت تقول بنت أيضا قالت طوع أبيها ما تخرج عن شور أبيها وطوع أمها وملء كسائها جميلة ملء كسائها يعني ما هي نحيفة ولا متينة لا جسم ثم تقول وغيظ جارتها ثم تقول يعني يعني جارتها بس تشوفها ضرتها يعني ما تطيقها ثم تقول جارية أبي زرع يعني الخدامة جارية أبي زرع ما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثة ما تطلع على سرارنا مثل خدم اليوم خدم اليوم تحصل إذا شفت خدامتين مع بعض جيرانك اعرف أنه أنت ويرلس بلوتوث نقل لبس داتا معلومات إذا شفت خدامتك واقفة مع خدامة الجيران اعرف أنه عبارة عن نقل داتا فتقول أنا عند جاريتنا الخادمة ما تبث حديثنا مستحيل تخرج نصف كلمة ثم تقول ولا تنقث ميرنا تنقيثة يعني حتى الأكل ما تسرقه ما تأخذ الأكل ما تنهبه ثم تقول ولا تملأ بيتنا تعشيشة تعشيشة شبك العنكبوت في الزوايا نمل عشعة صفير لا بيتنا نظيف شوف هذه الخدامة تحصلها ثم تقول هي الآن تشكو تقول خرج في يوم من الأيام أبو زرع صيدة يوم من الأيام خرج وهي تمدح زواجها ترى لبسني الذهب ملاني لحم أشرب من عنده حتى أرتوي أنام حتى ظهيرة أم حمات غنية بنته محترمة خدامته من ضيفة كل هذا تقول يوم الأيام خرج أبو زرع زوجي خرج أبو زرع والأواء والأوطاب تمخض القربة من جلد التي يوضع فيها لبن حليب ويخضونها ليه؟ حتى يخرجون زبدة فهي تقول أنا يوم الأيام أبو زرع خرج مبكرا كيف حل بالإبل أو الشا وإحنا نخضد القرب تقول خرج مبكرا فلقي امرأة معها ولدان شاف امرأة عندها ولدين تقول كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين يعني هي كانت المرأة مليئة جسمها مليء وجميلة وعندها ولدين ظهر مطلقة وأرملة وولادة يلعبوا حولها فأرأبوا زرع فتن فيها حبها حبها خلص سلبت مخة تقول فطلقني ونكحها يعني زوجها يعني أنا طلقني عشان هذه وشوف كلها المدح هذا كلها المدح آخر شيء شاف واحدة حلوة قام طلقها تقول فطلقني ونكحها ثم نكحت بعده رجلا سريا يعني كبير رجل يعني برتبة في قومه رجل مهاب في عشيرته تقول أنا طلقني أبو زرع خلاص يلا مع السلامة ورحت أنا تزوجت واحد كبير في قومه عنده عشير عنده ناس تقول ركب شريا يعني عنده فرص غالية فرص نفيسة غير موجودة تقول وأخذ خطية هذا خطية هو نوع من أنواع السهام كان يشترى في البحرين من أغلى أنواع السهام يعني مثل عندنا مثلا يمسكون العصة هذه يمسكون هذه العصة النفيسة أو مثلا مسباح يقول لك هذا المسباح من شرق غرب فونولا ما تعرف أنت وين فونولا بس المهم أنها غالية تقول أراح علي نعمة يعني أنا أعطاني غنم وأعطاني المال وأعطاني كل شيء تقول وأعطاني من كل رائحة زوجة يعني مثلا العطر بدل زجاجة كم زجاجة زجاجتين يعني تحب زوجتك تشانيل تشانيل اسمها ولا تشانيل تشانيل صح تشانيل المهم هذه العطر تعرفوه بدل مثلا ما يشتري زجاجة عطر يعطيها كم واحدة يعطيها ثنتين شوف الكرم دليل إنه كريم رجل عنده فرس نفيس وعنده الرماح غالية ورجل عنده خير فهي يعطيها حتى العطر يعطيها من نوع نوعين تقول ويقول لي كلي أم زرع يعني كلي شبعي وميري أهلك لي مو أنت بس لا وأعطي أهلك وهذا دلالة كرم الزوج ترى الزوج بعض الأزواج يقول لك أنا من زوجك ولا من زوج أمك يغرق الباب إذا جاء هيا فعلا بعض الأزواج والله أم يتسلم عليك ويقول لك تبين خمس ألاف درهم أنت طالك بس ترى كم مهرك ثلاثين وآخرك ثلاثين ألف خلين خمس وعشرين ألف فبعض الأزواج هكذا هو لا يقول كلي وميري أهلك يعني لا ليس أنت فقط وطعمي أهلك ثم تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل لو جمعت كل اللي أعطاني من خير ما بلغ أصغر آنية أبي زرع يعني كل هذا الخير اللي أعطاني يا هذا الرجل الغني الوسيم اللي كذا اللي كان يقول لي يطعمي أهلك لو كل هذا الخير ما يسوى آنية من أواني أبي زرع كانت تحب أبو زرع تحبه من شدة كرماء وحبه فتقول كل هذا ما يسوى آنية من أواني أبي زرع النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو يسمع شوف كل هذا يا أخي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع شو هذا صلى الله عليه وسلم موسيقى